رئيس الحكومة أشار مجدداً نحو الإمارات ففي خطابه الذي ألقاه أمام اجتماع للحكومة وهيمنت عليه قضية الانهيار المريع للريال حدد رئيس الوزراء أسباب هذا الانهيار موعزاً جانباً مهماً من هذه الأسباب إلى الدور السيء الذي تلعبه الإمارات الشريك الثاني في التحالف وإن لم يقل ذلك مباشرةً شدد بندغر على أن موقف الحكومة من الدفاع عن مصالح الشعب العليا لن يتزهزح قيد أم له وأنها ستحافظ على يمن موحد اتحادي جديد المستهدف من الحوثيين والانفصالين والإرهابيين ومن يقف خلفهم وفقاً لرئيس الوزراء وسندافع عن نظام سبتمبر المجيد وأكتوبر العظيم وليس سراً إذا قلنا أن الهجوم على الحكومة في هذه الأطراف الثلاثة ومعها إيران ومن سارة في فلكها المعادية للنظام الوطني ووحدة اليمن واستقرارها إنما يعود لموقف الحكومة الثابت من هذه القضايا وأن أسباب الانهيار لا تتعلق بها بل ولا بأداها وإن كان الكمال مستحيلاً بل بجملة من العوامل الموضوعية والذاتية تراكمت دفعة واحدة وخلقت واقعاً لا يمكن نكرانه بندغر اعتبر أن الهجوم على الحكومة من الأطراف الثلاثة ومعها إيران ومن سارة في فلكها من الأطراف المعادية للنظام الوطني ووحدة اليمن واستقراره إنما يعود لموقف الحكومة الثابت من هذه القضايا وأن أسباب الانهيار لا تتعلق بها ولا بأدائها بل بما تقوم به هذه الأطراف ثمت إشارة من رئيس الوزراء إلى سبب جوهري آخر وراء انهيار الريال أمام العمولة الأجنبية الأخرى وهو توقف تصدير النفط والغاز إلا القليل منه من حضر موت دفعة أولى من شبوة في حين أن النفط والغاز يمثلان المصدر الرئيس لميزان المدفوعات والميزان التجاري للبلاد وما لم يقوله رئيس الوزراء تناولته الأنباء بشأن وقوف أبو ظبي وراء منع الحكومة وشركائها من استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء بالحاف في شبوة الذي يسيطر عليه مسلحون موالون للإمارات وعن الأحوال السيئة للمناطق المستعدة من الحوثيين استعرض رئيس الوزراء بمرار ما يعرفه الجميع ولكن هذه المرة من زاوية التأثير الذي تحدثه على الوضع الاقتصادي وتتاور الريال والأمر هنا يتعلق بالاغتيالات وأعمال النهب والاعتداء على الأملاك العام والخاصة بالإضافة إلى ما تمر به العاصمة المؤقتة عدن من وضع لم تعرفه من قبل ليوضيف رئيس الوزراء بعدا آخر مرتبطا بالدور الذي تؤديه الإمارات وتعمق به مأساة هذا البلد اليمن بحاجة إلى مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضعه لا يمكننا أن ننتصر في معركتنا مع الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين في ظل أوضاع سيئة يعيشها المواطن اليمني في خطابه طالب رئيس الوزراء بعقد مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضع اليمن لأنه وحسب رئيس الوزراء لا يمكن الانتصار في المعركة مع الحوثيين وحلفائهم في ظل هذه الأوضاع السيئة لكن أي خليجي هذا الذي يستنجد به رئيس الوزراء لقد قوضه البلد الذي يدير الخراب الكبير في اليمن ترجمة نانسي قنقر